هم الناحة التانية في ناديل الزمالك قالك رجل 32 سنوي مودو بارو الرجل بتاع جامبيا النقطة التانية بقاله فترة ما بيلعبش النقطة التالتة انه احنا شايفين ان الرجل مش هلاك لو نعرف بقى مودو بارو كمان شايفين ان مش هلاك لعيب اقوى لعيب اسرع يشتغل معنا بشكل افضل الرجل التاني رأيه فني بحت بيقول انا رجل انا محتاج لعيب في الوينج ليفت مش في الوينج رايت تهم؟ فده ده مودو بارو لعيب احرف كتير عفوا الليفت وينجر لكنه لكنه بيشتغل جوه برا كريم عنده حلين عنده يشتغل على خطه تشوفها في اللقطات اللي هتيجي دلوقتي بيدخل جوه ال 18 وبيشتغل بشكل ممتاز عنده قدرات الدفاعية ممتازة قدرته في المرور واحد على واحد اعلى بكتير من مش هلاك لكن السرعات بتاع مش هلاك اعلى بكتير على الصعيد البدني وعلى الصعيد السرعات مش هلاك افضل واعلى فانت بتتكلم على العيب لأ عنده قدراته بالنسبة الراجل اشتغل في الدوري الكوري نجح الراجل اشتغل في الدوري السعودي شوية من اموره كاش افضل شيء الراجل راح الدوري التركي كماشي بشكل جيد راجب القصر قمته لانه بيشتغل جوه ال 18 بشكل ممتاز رجلين اللي اتنين شغالين لكن طبعا رجله الحساسة والاقوى والافضل هي القدم اليسرى راجل 99% من اللي قطاتت لقيا جوه ال 18 يبشتغل في الجناح الشمال اللي فيه مشكلة عند نادي الزمالك المكان اللي نادي الزمالك بيعاني منه المكان اللي نادي الزمالك محتاج فيه وينجر فكان عشان كده رأي الراجل انه مودو بارو افضل وانه هو يجي خاصة ان جو ماز اشتغل في الدوري السعودي وعارف اللعيبة بشكل شخص وطبعا بشكل جيد فانت بتتكلم على انه الراجل التاني عنده حلول اكتر مودو بارو عنده حلول اكتر طب في الاخر استقرر الامر على ايه لحين ما انا دخلت معاك البرنامج انه اللي جاي هو كوندرد مشالك هو اللي جاي نادي الزمالك وطبقى لتصريحات رئيس نادي احد انه الراجل هيجي مصر يوم الخميس على عهدته يوم الخميس صباحا وانه القصة كلها تم حسمها ما بين الناديين نادي الزمالك ونادي احد فيما يتعلق بالاتفاقات ما بين الناديين ولكن فيما يتعلق بالراتب بتاع اللعيب انتهى القصة كلها متوقفة دلوقتي على التفاصيل بسيطة وهي البونس او الحوافز اللي هتتحط في عقب كوندرد مشالك كوندرد مشالك لعيب كويس الصفقة دي هتتم كلما بنيجي نتكلم باقولك الناس تتكلموا على صفقات وبعدين اللعيب ما بيجيش اخلصت على الاهلي اتخلص على زمالك باقولك هتتم ما عرفش في الاخر في الاخر اقولك دي تصريحات رئيس نادي احد عشان كده اترك على عهدته ان رجل اللي هم الخميسة يبقى موجود في موحد احد المقربين من جوزي جوميز تدخل في الامر واقنع جوزي جوميز ان الصفقة دي مش هتصلح لنادي الزمالك هو الرجل على عهدته انا بقى دي ان الرجل رأيه من الاول كده ان الرجل رأيه من الاول انه مدباره افضل واكثر صلاحية ويناسب الزمالك ويناسب احتياجات الزمالك ونوقص الزمالك في الوينجليفت بشكل اكبر انه لا اجيب لعيب في المكان اللي فيه زيزو لا اجيب لعيب ايمن وانا عنجي ممكن احلها في ناحية المين باساليب كتير خلاصة القصة على عهدت رئيس نادي احد تصريحات اللي طلع من نادي الزمالك انه كونراد مشالك هو اقرب كونراد مشالك هو اللي جاي كونر المشاركة هو الصفقة اللي جاية بتاع اتنات زمالك في مركز الجناح القصة بتانية بتاع موض بارو ييجي مايجيش ييجي مشالك مايجوش اللي اتنين اصلا في الاخر دي مش بتاعتنا بنتكلم على ما وصل إلينا من معلومة وبنتكلم عليه فنيا مين فيهم يصل